اكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج اتمام توفيج حجاج المملكة إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم مشيرا إلى أن عملية التوفيج سارت بشكل منتظم وميسر في ظل أجواء مفعمة بالدعاء والخشوع والسكينة وشاد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بالجهود الكبيرة والاستثنائية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومن مختلف القطاعات الحكومية في تنظيم حركة أفواج الحجيج وتصعيدهم إلى مشعر عرفات وصى منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات حيث اتسمت خطط التفويج بالانسيابية وقال القطاع أن حجاج الحملات البحرينية بدأوا بالتوفد إلى صعيد عرفات الطاهر منذ منتصف ليل أمس حيث كان في استقبالهم لجان البعثة ماربا عن عميق التقدير لجنود الوطن الذين سهروا في خدمة حجاج مملكة البحرين بكل تفان وأخلاص والذين يواصلون جهدهم الدعوب في هذا اليوم العظيم والمبارك وذكر أن البعثة بجميع لجانها تباشر استعداداتها حسب الخطط الموضوعة لتبدأ مع الغروب هذا اليوم تنظيم حركة خروج حجاج البحرين من المخيمات أثناء نفرتهم إلى مزلفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات البحرينية موسيقى